تعالوا نشوف المثال الثاني اللي موجود عندنا مثال بيقول تحرقت طائرة وقطعت مسافة 300 كم خلال 3 ساعات يبقى الطائرة اتحركت قطعت مسافة قد ايه 300 كيلو في الزمن قد ايه 3 ساعات عايز يحسب السرعة عايز يحسب السرعة مرة بوحدة كم كل ساعة ومرة بوحدة متر كل ساني يعني بعد ما تحسب السرعة بوحدة الكم كل ساعة حول هالي الى الوحدة الاصغر اللي هي متر كل ساني نحل مسالتنا عادي لأول خالص عين بتساوي ايه من قانون السرعة عين بتساوي فيه على زين المسافة على الزمن تمام كده قادي المقادي السرعة تعالوا نعوى خدت مسافة قادي ايه نرجع للمسالة المسافة اللي عندي 300 كيلو يبقى 300 على الزمن خلال كم ساعة 3 ساعات يبقى 300 على الثلاثة في الحالة دي هيبقى الناتج عندي 100 100 ايه بقى الناتج المسالة 100 السرعة هنا وحدتها ايه نرجع بقى تواخد مسافة بايه بكيلو متر وواخد زمن بايه بالساعة يبقى اذا 100 كيلو متر كل ساعة قادي السرعة بتاعتي يبقى انا هنا خدت السرعة من القانون بتاعي المسافة على زمن عوضت عن المسافة بكام عوضت عن الزمن بكام طلعت الناتج الوحدة دي حسب من تواخد المسافة والزمن فطلعت لكيلو متر كل ساعة رجع هو في السؤال بقى يقول لك ايه المطلوب الاولاني وعايزة بوعد الكيلومتر كل ساعة اللي احنا طلعناه طب المطلوب التاني بقى بيقول لك حول لي الكيلومتر كل ساعة دي الى متر لكل سانية عايزة حولها نرجع بقى نتذكر اللي احنا قلناه في اول الحلقة عندنا ان انا عشان احول السرعة في الحالة دي بضرب في 1000 واسم على كام 3600 بضرب في 1000 عشان احول من كيلو المتر واسم على 3600 عشان احول من ساعة الى دقيقة يبقى انا كده حولت يبقى انا هاخد المت كيلو اللي طلعوا دول اهو في 1000 على 3600 تمام عشان اقدر اطلع الناتج بتاعي الناتج بتاعي هيطلع هنا ايه بقى هيطلع بوحدة متر كل سانية متر كل سانية ليه طلع متر كل سانية عشان انا حولت من الوحدة الاكبر الى الوحدة الاصغر او الوحدة الاقل شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان